السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم مع انا في بوت جديد. هنتكلم عليه النهاردة هو بوت جيمز. بوت جيمز ده خاص بالالعاب. هنعرف ازاي نجمع العملة وازاي ان احنا نكسب اكبر قدر من العملة. اول ما بنفتح البوت طبعا منلاقي كلمة start هنا بنضغط عليها. وبعد كده بنبدأ اه نشغل البوت. اه طبعا انا مشغل بوت اوتوماتيك بيجمع لي عملات اوتوماتيك. اه طول ما نقافل البرنامج. فبعمل كده وحنعرفوا ازاي دلوقتي نعملوا كل الخطوات دي. انا معي ستة مليون عملة يا شباب. طيب للوقتي انا اه بشتغل على البوت عن طريق الضغطات. باجي هنا مثلا على الجوهرة دي. ابدأ ان انا اضغط عليها كده. انا ضغطة الوحدة بتديني اتنين وعشرين عملة. لو نلاحز انا ضغطت ضغطة هنا اداني اتنين وعشرين عملة. وفي نفس الوقت هنا تحت الضغطات ما قلتش غير اه ضغطة واحدة. مش اتنين وعشرين زي بقية البوتاتي. يعني انا هنشتغل دلوقتي يا شباب. نلاحز زي ما احنا شايفين كده بيزيد بمقدار اتنين وعشرين الضغطة وتقل تحت هنا بمقدار واحد من الباور. دي اول طريقة للربح يا شباب ان احنا بنضغط على الجوهرة دي لحدا ما نخلص الكمية اللي معانا. بيبقى طبعا كمية اقل من كده. وحنعرف ازاي نرقي دلوقتي. ازاي انا وصلت الاثنين وعشرين يا شباب. باجي عند بوست من هنا. ببدأ ان انا ارقي من هنا. انا امرقي لحد الليفل السابع وانرجي لحد الليفل الرابع. اه في عندي مرة واحدة ان انا اقدر ان انا اعمل فول انرجي. وعندي تلات مرات روكت. التلات مرات روكت دول بيضعفوا لي الكمية بتاعة الضغط. اه بيضربوها تقريبا في عشرة. اه فدي احد الطرق اللي انا زودت بها الربح. عندي تحت هنا يا شباب. عندي من خلال الاصدقاء من هنا يا شباب لما افتحها كده بقدر ان انا من خلال الاصدقاء اكسب اه عملات برضو. اه من خلال النشاط بتاعهم. اقدر ان انا اعمل اه ضغطة هنا على المربعين دول بحيس ان انا انسى قود الدعوة واديه للاصدقاء. اه دي احد الطرق برضو يا شباب من اه طرق الربح. اهم حاجة بقى في الموضوع كله هي كلمة من هنا. تعالوا كده نفتحها ونفهم واحدة واحدة ايه اللي هيتم فيها. دي يا شباب حاجة اسمها الديلي كومبو. الديلي كومبو دي انا بنزل اه الصور يا شباب اللي انت المفروض تشتريها على صفحتنا على التليجرام فتابع صفحة التليجرام اول بول علشان تعرف ايه هي الديلي كومبو ازاي تكسب منها خمسة مليون عملة. اه طبعا انت بتكسب الخمسة مليون عملة دول اول ما بتجمع الكروت دي. طب انا بجمع الكروت دي ازاي يا شباب? يعني انا مسلا عندي اول حاجة ووتر كولد بي سي. تعالوا ننزل لتحت كده. ندور على ووتر كولد بي سي. اه هي يا شباب. تمام? دي انا معي الليفل واحد. الليفل ده شباب او الكارت ده لما اشتريته اداني تلاتة وتلاتين الف وربعمية عملة كل ساعة. بنقدر ان انا نكسب تلاتة وتلاتين الف وربعمية عملة كل ساعة. اشتريته وممكن ان انا اطوره بخمسمية وخمسين الف ولكن انا مش هتوره انا حسيب العملات اللي معايا بحيس ان انا لما اجي اشتري اه الكروت بتاعة البكرة اقدر ان انا اه يبقى معايا رصيد كافي. اه ما تزعلش على الرصيد اللي انت بتصرفه على الكروت يا شباب. احنا هنا لو جينا بصينا فوق. هنلاقي ان انا بجمع مية وسبعين الف عملة كل ساعة. ده لما نشغل البوت يا شباب اللي هو عن طريق بوست من هنا. اقدر ان انا اشتري البوت من هنا بعشرين الف عملة. ده بيجمع لي عملات اوتوماتيك طول ما نقفل البرنامج. لما نخش على مين ونبدأ نشتري الكروت هنلاقي الكمية اللي انا بنجمعها هنا بتزيد. وبالتالي يا شباب انا اه فيك بعض الكروت لما باشتريها بتزود لي الضغطات بتزود لي مقدار الربح من الضغطة الوحدة. بدل ما انا بكسب اه مسلا سبع عملات لأ انا زي ما انتم شرفتم انا بكسب اتنين وعشرين عملة في الضغطة الوحدة. تمام يا شباب? يبقى انا عندي هنا مسلا الووتر كول ده انا اشتريتها بيبدأ يتحطي الكارت بتاعها هنا. الكارت التاني. هتلاقيه كريبتو كرين. هتدور على كريبتو كرين لو ما لقتهوش في اول آآ تابة من هنا بتخش على ووركر تدور عليه. ما لقتهاش في الوركر تدور في الخانة اللي جنبها وهكزا يا شباب. حاسب لكم الصورة زي ما انتم شايفينها هنا على جروب التليجرام بتاعنا. انا ما لقتش الكريبتو كرين ديت في ووركر لو خش على سيرفس. ننزل تحت كده اهي اول واحدة يا شباب زي ما احنا شايفين. طيب نفترض ان كريبتو كرين ديت مثلا كانت ماين ماستر. طيب ماين ماستر دي دلوقتي مقفولة بافل. طيب انا عايز افتح الافل ده عشان اشتريها. فبيقول لي هنا بيك اكس ليفل اربعتاشر. بنروح ندور على البيك اكس. ننزل كده بالراحة يا شباب. ندور في الكتابات كلها هي بيك اكس يا شباب. ليفل اربعتاشر. ببدأ ان انا اشتري البيك اكس ده اه اربعتاشر مرة او تلاتاشر مرة لحد ما نلاقي الليفل تحت هنا اربعتاشر. ولما نرجع للوركر ونرجع على الكارت اللي احنا شفناه دلوقتي اللي هو ماين ماستر ده يا شباب هنلاقي الكارت تفتح. نقدر ان احنا بقى في وقتها ان احنا نشتري الكارت ده. وكل ما قلت لك كل ما تشتري كارت بيبدأ يزود معاك الرصيد اللي بتكسبه كل ساعة من خلال البوت. شايفين حتى يا شباب انا دلوقتي ما بعملش اي حاجة عمال بشرح. والرصيد بتاعي عمال بيزيد. انا ما زعلتش على الفلوس اللي انا او العملات اللي انا صرفتها على الكروت ديت علشان انا عارف ان ده هيعود علي بدخل بعد كده. تمام يا شباب? طيب اه ندور في هنا في هلاقي اه زي ما احنا شايفين في ما لقيتش حاجة في طبعا ديت المملوكة. هلاقيها هنا في هنزل تحت كده ادور عليها. هلاقيها معي. طبعا هي اتنقلت من للاند. فببدأ ان انا اشوف الصورة ودور عليها في التبات اللي موجودة ديت علشان ابدأ ان انا اكمل الكروت. وكل كارت انا بجمعه بيعلم لي علامة صح من هنا يا شباب. ولو جينا يا شباب دخلنا على الجروب بتاع التليجرام هنلاقي ان احنا ضيفين اللغز اهو. ادى حل اللغز وكتب لك التاريخ عليه. اه بتخش على البوت من هنا سواء مسجل اه معي او مسجل من خلال اي شخص. بتضغط ضغطة بس على اللينك بحيس ان هو يحولك على البوت على طول وتشوف ايه هي الصور وترتب الصور زي ما هم موجودين. اه تابعوا قناتنا يا شباب على التليجرام عشان بنزل عليها الالغاز. وان شاء الله كل يوم هتلاقوا اللغز بتاع البوت ده وبوتات تانية ان شاء الله بينزل على القناة. اه ده بالنسبة للمين يا شباب. لو في اي استفسار بالنسبة للمين ممكن تبعتلنا على التليجرام بحيس ان احنا ان شاء الله نرد عليكم بسكرينات. لو في اي مشكلة قبلتكم. من خلال ايرن هنا يا شباب بندخل عليها. في عندي اه حدث تسجيل يومي بنقدر ان انا نكسب من خلاله لحد خمسة مليون عملة زي ما احنا شايفين في اليوم العاشر. لازما ان انا عشان ناخد الخمسة مليون عملة دول لازما ان انا يبقى التسجيل متواصل عشر تيام. لو دخلت اه اليوم الاول والتاني وفوت يوم علشان نخش في اليوم التالت لأ هنلاقي العملات دي كلها اتصفرت ورجعت من الاول اليوم الاول من جديد. فنحاول ان احنا العشر تيام اللي احنا بنخشوهم دول نخشوهم فيها متواصل. وان شاء الله العملة قوية ويكون فيها الخير للجميع. اه في عندي تحت هنا زي ما احنا شايفين مهمات برضو نقدر ان انا من خلالها اكسب اه نقاط او عملات هدية. اه بنفز المهمات ديت وابدأ ان انا اعمل برضو اتصال للمحفظة. من خلال دعوة الاصدقاء زي ما قلت لكم بتكسب عملات هدية. بس يا شباب ده كل اللي يخص البوت طبعا فيه هنا من فوق تقدر تعمل لأي مجتمع انت حبك. بتبدأ ان انت كل فترة كده في اليوم تخش تعمل نقارات كده بحيث ان انت اول ما البار اللي تحت ده يتملى. وحاول ان انت في قدر الامكان اول ما تشتغل على البوت تشغل التاب بوت او البوت اللي بيجي بيجمع عملات اوتوماتيك. علشان تقدر ان انت اه وقت ما تباش فاتح البرنامج يجمع لك عملات مكانك. بس كده يا شباب هو ده كل اللي احنا هنتكلم عليه في عملة جيمز. تابعوا قناتنا على التليجرام علشان هننزل اللغز بتاع العملة كل يوم ان شاء الله. اه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشيرو. ما تنسوش تعملوا واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. وتابعونا على قناتنا على التليجرام. حتى تابعوا كل الاخبار وكل العملات اللي احنا شغالين عليها. وبالتوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.